حقق الفن الفلسطيني انتصاراً جديداً بمشاركة فيلم إلى أرض مجهولة في مهرجان كان ليسجل انتصاراً للإبداع والصمد الفيلم أنتج في زمن تصاعدت فيه الأحداث في فلسطين ولكن ذلك لم يتني المخرج وفريق العمل عن تحقيق رؤيتهم ربما للحرب ويلاتها المحتومة إلا أن لها أيضاً أوجه رحمة ولطف سرية لا تظهر في وداياتها هذا هو حال الفلسطينيين في كل مكان فبرغم الأهوال والإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم إلا أنه للمرة الأولى تتاجه أنظار العالم للشعب الفلسطيني على أنه صاحب حق وينكشف صاحب الوجه القبيح ويصبح الحق الفلسطيني مصدر إلهام ويبدأ الفن في جني السمار هذا الاهتمام فها هو الفيلم الفلسطيني إلى أرض مجهولة يعرض في مهرجان كانت للمخرج مهدي فليفل ويعرض الفيلم خارج المنافسة عملت على هذا الفيلم طوال عشر سنوات وبالطبع تغيرت القصة واتخذت أشكال مختلفة كانت في البداية مثل قطعة موسيقية كبيرة وأردت أن أقوم بعمل إبداعي وثائقي هاجين بين الخيال والواقع الفيلم بدأ العمل به في وقت كاشف ساعده على لفت الأنظار لما يقدمه ووضع فيه صناعه قلوبهم وأرواحهم مدفوعين بما يحدث في الأراضي المحتلة فقد تم البدء به مع اندلاع الحرب في غزة تدور أحداث الفيلم حول شقيقين فلسطينيين يحاولان مغادرة أسنا والتوجه لألمانيا في محاولة بائسة لجمع الأموال المطلوبة التي يحتاجونها لأوراق الهجرة للمرة الأولى ربما يستطيع فنان فلسطيني المهاجر ألا يقف مكتوف اليدين أمام ما يحدث بوطنه للمرة الأولى لا يشعر باليأس وهو يشاهد نشرات الأخبار للمرة الأولى يتم تكريم الفن الفلسطيني الذي صمد لعقود أمام محاولات التهميش والتجاهل الهوليودي وهو تكريم لا يخص الفن فحسب بقدر ما يخص تكريم نضال الشعب الفلسطيني صاحب الأرض